ولا شبها له مثل أحبائنا المسلمين ادعوا لا شخصية المسيح كلام المسيح على الصليب حاشا أن يكون شخصية تانية وفردا يعني إذا كان يهوذة الإسخريوطة لأنه حتى الشراح المسلمين بيختلفوا عن هوية مين اللي شبها له فإذا فردا ألا يصرخ يهوذة ظلما يا جماعة مش أنا مش أنا ماذا مع مريم العذراء عند الصليب ماذا مع يحنى ماذا مع المريمات اللي كانوا عند الصليب ماذا عن النبوات ماذا عن قائد المئة ماذا ماذا كله يعني ماذا عن كلمات المسيح على الصليب كلمات المسيح واضح لا استحال أنه أي شخص أي شخصية أن يقول هذه الكلمات يعني يقول ليحنى تلميزه بقول له هو ذا أمك بيقول له مريم هو ذا ابنك وأخذها يحنى وصارت من خاصته يعني صارت كأنه من عيلته من بيته وكانت تخدم مريم مع يحنى فإذا بعدين كلام المسيح على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ثم كلام المسيح مع اللص التائب اللص التائب قال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يا رب وملكوتك يعني صار فيه إعلان في الزهن هذا الشخص أدرك براءة يسوع المسيح هو اللي قال وبخ صديقه التاني على الصليب قال له إحنا يعني بنستحق على اللي فعلنا بس هذا بار جواب المسيح جواب المسيح دليل مهم جدا قال له اليوم تكون معي في الفردوس هل ممكن شخص شبه له يكون يقول مثل هذه الكلمات ثم شيء آخر من تصدق الكتاب المقدس أم أي كتاب أخر طيب تصدق بولوس بقول كان أكثر يعني المسيح ظهر أكثر من خمسمائة أخ وأغلبهم باقي حتى كتابة بولوس لكنيسة كورنتوس حوالي الأولى حوالي 57 ميلادي يعني فترة كل الشهود بلاطوس يوسف الرامي نقو ديمسة دوله كان من مجمع السنهادرين التلاميذ المريمات المؤرخين الرومان والسامر واليهود والأخري الأعداء والأصدقاء والتلمود واليهود كله كله هدولة كذب وكل اللي شافوا كله كذب بعدين من تصدق بصراحة خلينا أسألك سؤال منطقي شهود موجودين في الحدث نفسه في أورشاليم شافوا بأم عيونهم صلب يسوع وقيامة يسوع ولدرجة أنه كانوا غير مصدقين يعني هاي الإثباتات الحلوة مثل تلمذاء عمواس وكان يشكوا يعني حتى مش مستوع بين الأمر وظهر لهم الرب يسوع المسيح فإذن شهود اللي هني في نفس الحدث في أورشاليم واللي هم الأقرب إلى يسوع المسيح أم تصدق شهادة بعد سبعمائة سنة بآية وحدة ومقابلها خمس آيات بتقول إن المسيح مات بعد يعني ست سبعمائة سنة يقول لا 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 ما تصلابش ما متش شبها له هل بتصدق شاهد واحد اللي هو عثمان ابن عفان أو واللي كتبوا بعيد مش عارف قديش المسافة بس مش أقل من ألف كيلومتر في السعودية فمين الناس اللي عايش في الأورشاليم ولا اللي عايش في السعودية الناس اللي شافت بأم عيونهم مئات بل ألاف الشهود ولا شاهد واحد كتبها وبقول لا ما ماتش أنا بترك الحكم لألك وأقولها بكل احترام صدقني لأنه حاشة إنه هذا التعليم يكون طب اطلع بإشي تاني مستساغ يعني معقول فلازم يعني يكون عندك دلائل تقول لا تصلب لهذه الأسباب واحد تنين تلاتي أربعة لكن ما فيك تقول ماتصلب وهو هيك وإذا بدكش تقامن هيك أنت بدك تموت يا بتصير على ديني وهي للأسف اللي كتير من الناس يعني اعتنقوا الإسلام بسبب هذا الأمر وأنا أقولها بكل صراحة لكن كلام يسوع على الصليب يعني وضوح الشمس بعدين أحبائي عم بتمم نبوات يعني قال أنا عطشان عم بتمم نبوة وفعلا جابه وخل بعدين صرخ بصوت عظيم يعني بعدين بقول الكتاب بعد ما أكمل كل شيء يعني نكس الرأس وأسلم الروح الروح